بدأها مقتدى الصدر ببيان نشره على موقعه الإلكتروني دعا فيه إلى إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد مهدداً باستهدافها في حال أصبح العراق عالقاً في الصراع الأمريكي الإيراني غير أن الصدر لم يتوقف عند هذا الحد الطالب كذلك في بيانه بإيقاف الحرب في اليمن وسوريا والبحرين فوراً داعياً إلى تنحي حكام الدول الثلاث والعمل على تدخل الأمم المتحدة من أجل إسرع في استتباب الأمن فيها والتحضير الانتخابات النزيهة بعيدة عن تدخلات الدول أجمع وحمايتها من الإرهاب ويبدو أن بيان الصدر لم يلفت الأنظار في واشنطن ودمشق وعدن بقدر ما أثار غضب المسؤولين في المنامة فقد استدعت الخارجية البحرينية القائم بأعمال سفارة العراق لديها لاستنكار بيان مقتدى الصدر كما غرد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة على موقع تويتر مطالباً الصدر بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على العراق بدلاً من الإساءة إلى البحرين وقيادتها ووصفاً إياه بالأحمق المتسلط الذي يعاني العراق من أمثاله ولأن الأجواء العربية غالباً ما تلتهب بتصريح هنا أو هناك فقد اشتعلت الأزمة بين بغداد والمنامة إلى الحد الذي طالبت فيه وزارة الخارجية في العراق احتذاراً رسمياً من البحرين رداً على ما وصفته بالإساءات غير المقبولة من جانب الوزير البحريني الذي أساء للعراق وسيادته واستقلاله لسيما عندما تكلم عن خضوع العراق لسيطرة إيران ناهيك عن إساءته لمقتدى الصدر بكلمات نابية الأزمة إذن تتفاقم بين العراق والبحرين لتبدو انعكاساً لانخراط العراق عملياً في الصراع الإيراني الأمريكي على النقيض من أحاديث متكررة بشأن إبقاء العراق بعيداً عن التورط في ذلك الصراع الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة على العراق اقتصادياً وسياسياً